اشتركوا في القناة ويقي من داخله هذه التصرفات ولا يقبل بها بأي شكل أشكال أعتقد أننا سنقف وجها واحدا ويدا واحدة ضد هذه الأعمال وسنستمر في خدمة أهلنا في مدينة رهض بكل قوة وعزم عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فرجا جميعا لا شك أن احراق سيارة رئيس البلدية بالأمس وتعد على خطة الحمراء وبالتالي هذه المرة الثانية في المرة الأولى كان هناك اطلاق نار وهذه المرة قام بحرق السيارة وهذا طبعا خط أحمر لأن نسكت عنه وبالتالي هناك طبعا موجة كبيرة من الاستنكار والشاجب وبالتالي كل المدينة وأصفرت الجريمة عن أضرار جسيمة إذ احترقت المركبة بالكامل وأخمد طاقم سلطة الإطفاء والإنقاذ السنة النار التي أتت على السيارة فيما فتحت شرطة المدينة تحقيقا في ملابسات الجريمة أولا أنا بستنكر جميع أشكال العنف في البلد كان مركبة رئيس البلدية أو مؤسسات البلدية أو أي عنف كان من أي نوع يعني العنف هو مدمر ولست ينفع إنما يضر بناء وإحنا كشعب متطور وكشعب متثقف يجب أن نستنكر كل أعمال العنف ويجب أن نتكاتف لوجود حل في الجامع في المدرسة في الشق في العائلة حتى نقدر نجد حل ونخرج من هذه الآفية التي هي دخيلة جديدة علينا واستنكر رؤساء سلطات محلية وقياديون من كافة أنحاء البلاد هذا الحادث فيما رفض منتدى السلطات المحلية العربية البدوية هذا الاعتداء الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ولفت إلى أنه يمس أمن وأمان قيادات ونموز المجتمع الذين يقومون بخدمة الأهل في القرى والمدن